تعالوا نشوف أول سؤال وصل لنا بيقول السؤال الحقن في الركبة اليمنى أول يسرى يا سيدي الحقن في الركبة اليمنى في شهر رمضان رأي الدين هل تفطر نرجو الرد وشكر لا سواء الحقن في الركبة اليمنى في الركبة اليسرى في الفخت في أسفل القدم كل الحقن اللي موجودة اللي بتدخل من الجلد كده حقنة العضل حقنة الوريد كل الحقن بكافة أشكالها مهما كان عنوانها فلا تفطر ليه؟ لأنها دخلت من منفذ غير مفتوح يعني الجلد خلى الجوف مش مفتوح حتى لو خدت حقنة الأنسلين في بطني حتى لو خدت حقنة الأنسلين في إيديها في رجلية كل دوت ما يخليش الإنسان يفطر لأن دوت ملوش دعوة خالص بالدخول إلى الجوف ودخول إلى الجوف لازم يكون من منفذ مفتوح والجلد مش منفذ مفتوح وعشان كده الحقنة في الركبة اليمنى في شهر رمضان لا تفطر ويبقى الصيام صحيح ولا تحتاج الإنسان إلى أنه يفطر